إيران وعلى تصريح كبير مستشاري المرشد الإيراني الأعلى سيد علي لاريجاني صرح أن إيران اليوم قد أصبحت أكثر جهوزية للرد على إسرائيل بعد أن استهدفتها الأخيرة في ضربة سابقة من على ثلاث محاول عادت هذه القصة من جديد لتثير الكثير من التساؤلات إيران جددت تأكيدها بأنها تريد أن تضرب إسرائيل لأن القصة هنا وبحيادية أقولها إيران إذا لم تضرب إسرائيل بعد أن وعدت تتعرض لانتقاد وإذا إيران نفذت وعدها وضربت إسرائيل تتعرض لانتقاد لأنه بالمحسل المنطقة تعيش حالة من الترقب والخوف والقلب والكل يدعو إلى التعقل والصبر الاستراتيجي والحكمة وعدم تشضيات هذه الحرب منطق سليم لكن هذا الخطاب يجب أن يوجه إلى من؟ هل الأطراف التي يجب أن تتعقل هي خارج المشهد وخارج الحرب والتي تؤمن بالخيارات الدبلوماسية؟ أم يجب أن توجه للأطراف المباشرة والفاعلة في هذه الحرب؟ إيران في حساباتها قد تكون لديها أسبابها السبب الأول أن إيران في حرب مباشرة مع إسرائيل من خلال أذرعها المسلحة الموجودة في أكثر من خمس ست دول وبالتالي هذه الأذرع تحتاج إلى دعما معنويا وحقيقيا من إيران فقد تكون الضربة تأتي بهذا الاتجاه السبب الثاني إيران صارت مؤمنة أنها جزء من الأهداف الحيوية والاستراتيجية التي تنوي إسرائيل استهدافها وبالتالي قد تكون الحسابات الإيرانية ضربت أم لم تضرب فأن إسرائيل آتي لا ريب باتجاه إيران لكن إيران ما هي الحسابات التي عليها أن تفعلها قبل الدخول في هذه الضربة أو في ضربات متلاحقة هي ليست وحدها بالمنطقة هناك يجب أن يكون شركاء مع القرار الإيراني يجب أن تكون هناك رؤية للخليج ولمنطقة الشرق الأوسط القصة الأخطر الآن العراق سلم أمره أن إسرائيل ستضرب لأنه الولد بالإدارة الأمريكية أبلغوا الحكومة العراقية وقالوا لهم لن نتدخل في الضربة الإسرائيلية على العراق لأننا حذرناكم ولم تسمعوا إذن إيران ستضرب إسرائيل إسرائيل ستضرب العراق لبنان حرب فلسطين حرب اليمن حرب سوريا حرب ما الذي تبقى؟ تجذة الحرب عن بعد اشتركوا في القناة